لماذا الجزائر اليوم يعني العمل الدبلوماسي الذي تقوم به عوضا يسخر لخدمة علاقاتها مع الخارج والدفاع عن مصالحها وأيضا لجلب المنافع والخيرات لمواطنيها وكأن هذه الدبلوماسية لا شغل لها ولا هواجس تحكمها إلا معادات مصالح المهرب والتشويش على ما يتحقق في قضية الصحراء المهربية هل هناك عمل دبلوماسي جزائري لصالح الجزائر؟ أبدا لا يوجد أي عمل دبلوماسي يخدم المصالح العليا للوطن وهذا راجع لأمرين هناك نظام حكم يفتقد لشرعية شعبية فاشل على المستوى الداخلي نعاني في الجزائر من أزمة سياسية عميقة وتوظيفه العداء مع المغرب كلف كثيرا الجزائر الجزائر تخسر في جميع المجالات بسبب هذه السياسة التي يطبقها النظام والذي لا يمتلك في دبلوماسيته إلا ملف واحد وهو ملف السحراء المغربية بل أكثر من ذلك ملف السحراء مع المغرب لأن المشكل الحقيقي إذا حللنا الأمر ليس متعلق بهذا الملف بقدر ما هو متعلق بأزمة تاريخية أزمة الحدود مع المغرب أزمة يعود عمرها لأكثر من ستين سنة وبالتالي فالنظام الذي يحاول لملمة نفسه ويحاول البحث عن طوق النجاة ويحاول العمل على فرض سيطرته ومصادرة إرادة الشعب الجزائري يرى في المغرب الطريق الوحيد يعني استوظيفه كعدول الجزائر من أجل أن يبقي سيطراته وأن يبقى هؤلاء جاتمون على صدور الجزائري